مبادرة بنات مصر الرقمية واللي سبق واطلقتها وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات قدرت انها تحقق قفزة في مسألة بناء الكوادر الشبابية عليها تتخصص في مجالات كتير زي علوم البيانات الدكاء الاصطناعي عالم الروبوتات وايضا الفنون الرقمي ايه المبادرة دي وايه هدفها وامتى تأسست وازاي كمان بيتم فيها التعاون مع جامعات دولية متخصصة وكمان شراكات عالمية وشركات ايضا عالمية وثمار هذه المبادرة وازاي وصلت لشباب كتير وعايزين كمان هذه المبادرة توصل لشباب اكتر علشان يكونوا في قيادة مسيرة التحول الرقمي في مصر خلينا نتكلم مع حضراتكم بشيء من التفصيل ومعلمات مهمة هنستعرضها مع حضراتكم عن بنات مصر الرقمية دلوقتي مع دفتنا اللي منورانا في الستوديو الدكتورة هودا باركة مستشار وزير الاتصالات لتنمية المهارات التكنولوجي صباح الخير عليك يا دكتور صباح الخير عايزين نعرف سادة المشاهدين بمبادرة بنات مصر الرقمية ماذا تقدم للشباب مسارات هذه المبادرة مبادرة بنات مصر الرقمية الحقيقة من اهم المبادرات التي اطلقتها وزارة اتصالات وتكتوروجيا المعلومات ويمكن نفتخر بها جدا لانها ايضا كانت تكليف من فخامة الرئيس عبدالفتاح السيسي ويستهدف هذه المبادرة شبابنا اللي هما يعني في قمة التفوق فاحنا هنا بنستهدف الشباب اللي هما تقديراتهم امتياز وجايد جدا وده للطبيعة الخاصة لهذه المبادرة يمكن بعض الشباب يقول طب انا جاي بجايد طب ليه انا ما نضمش لهذه المبادرة طبعا احنا لازم نبقى فاهمين ان المبادرة دي بتقدمها مصر لكن بتعاون مع جامعات دولية وبتعاون مع شركات عالمية جامعات الدولية لما بتمنح درجة زي درجة الماجستير بيبقى لها متطلبات في التقدم والقبول ومنها طبعا الاشتراطات الخاصة بالتقدم والجي بي ايه فالجي بي ايه اللي هو مطلوب مننا من الجامعات الدولية يكون 3.0 او جايد جدا فيما فيما فوق فبالتالي يعني احنا مش قصدين ان احنا يعني الشبابنا اللي جايبين جايد ما يكونوش معنا انما دي الاشتراطات اللي هي خاصة بهذه المنح دي منحة مجانية تماما بتوفرها وزارة رتصالات وتكنولوجيا المعلومات بتقدم فيها مكونات رئيسية منها درجة الماجستير المهني من احد الجامعات الدولية احنا النهاردة عندنا اتفاقيات مع جامعات في شمال امريكا في كندا عندنا اتفاقيات مع جامعات في جنوب شرق اسيا مع سانز ماليزيا جامعة سانز ماليزيا في دولة ماليزيا معنا كمان كوليج كورك من ايرلندا فعندنا يونيفرسيو في اوتوا كندا وعندنا يونيفرسيو في كوينز برضو من كندا طبعا كندا معروفة جدا بالجزء التعليمي الاكاديمي فبالتالي احنا يعني شايفين ان دي فرصة كبيرة جدا للطلبة عندنا ماليزيا ايضا من الجهات والدول اللي هي بتهتم جدا جدا بالتعليم وطبعا اوروبا يعني من ايضا من القارات اللي هي التعليم بالنسبة لها ركن اساسي فاحنا هيقدرنا ان احنا يبقى عندنا اتفاقيات مع جامعات دولية متنوعة على حسب المصاري التخصصي اللي احنا بنشتغل فيه طبعا احنا فيه عندنا جزء لما بدأنا هذه المبادرة بتدينا في اول دفعة دخلت لنا في فبراير 2021 وكان عندنا تلات مصارات رئيسية وكانت بتستهدف طلبة من كليات الهندسة وحسباتهم معلومات فبالتالي احنا كنا بنستهدف مجالات او مصارات زي الذكاء الاصطناعي علوم البيانات الامن السيبراني وعلوم الروبوتات طبعا اللي يقدر يدخل فيه هذه المصارات هم خرجين يا اما من هندسة يا اما من حسباتهم معلومات اضفنا ليهم برضو جزء مهم ان كليات العلوم اللي في قسم حسب قالي بحيث ان هم يقدروا يستفيدوا ايضا من ايه من هذه المبادرة في هندسة احنا بنركز على اقسام زي هندسة الحسبات واتصالات كمان قدرنا ان احنا نخلي التخصص البيوميديكل او الهندسة الطبية برضو يبقى موجود معنا وفيه تخصص كمان جميل جدا اللي هو الميكاترونيكس ليه لان الميكاترونيكس الطلبة بتوعه يعني مثلا نلاقي في عين شمس فيه عندنا قسم ميكاترونيكس الطلبة دي بتقدر انها تعمل زي تحويل مصار خفيف كده وتدخل معنا في علوم الروبوتات تمام وفيه دراسة عذب من المواد فيه جزء من المواد هم يبقوا واخدينها على اساس ان هم مزيج من الكترونيكس وميكانيك يعني الكترونيات مع ميكانيك طبعا النهاردة لما منتكلم على علوم الروبوتات لأ دي فيها اكبر من كده بكتير لان زكاء الاصطناعي داخل في كل المجال اللي خاص بالروبوتات فيه عندنا الجزء بتاع الكمبيوتر فيجن يعني فيه مواد بيبقى الولاد يعني يمكن الطلبة مش واخدينها يعني بتخصص كويس في التخصص ده انما احنا بنقدر ان احنا نعمل ايه نخليهم يقدروا يستكملوا اللي هو ناقصه عشان يبقى متخصص عشان يبقى متخصص هنا دكتور حضرتك يعني اتكلمتي على الفئات او الشرايح اللي انتو بتحتاجوها علشان مبادرة بينات مصر الرقمية تحديدا لكن بعض الطلبة خريجي كليات هندسة ونظم ومعلومات ومن المتفوقين لكن حتى هذه اللحظة لا يعلموا اهمية المبادرة واهداف المبادرة هو طبعا مهم جدا ان انا هقول ايه اللي احنا بناخده في المبادرة دي عشان نقدر نعرف لما الطالب يدخل هيطلع شكل وعمل ازاي احنا عندنا برنامج متكامل ده مش دورة تدريبية يعني ده ده يعني لازم نبقى شايفين ان ده عبارة عن سنة كاملة الطالب بيبقى موجود معنا وهي سنة دراسية صعبة جدا يعني ايه يعني هي تحدي لازم انا تكون عارف ان انا هدخل وان انا هقضي السنة دي في دراسة كاملة في تفرخ كامل ونتكلم على موضوع التفرخ ده لانه من احد التحديات اللي عندنا احنا عندنا برنامج انجليزي لغة انجليزية اللغة الانجليزية بناخد اربع مستويات على الاقل مع شركة عالمية زي مثلا بيرلتس فدي جزء مهم جدا ليه جزء ده مهم؟ لان انا لما اجي اخد الماجستير وخاصة ان في بعض المحاضرات بتبقى اونلاين تمام؟ لازم اعرف اسمع لازم اعرف اتكلم مع الدكتور اللي موجود هناك لازم استوعب حتى الاكسنت اللي هي بتجيلي فبالتالي مكون اللغة الانجليزية هو مكون رئيس هو الاساس هو اساس اساس اسناء الدراسة واساس كمان انك انت بعد كده انت بتتعامل في عالم مفتوح النهاردة انت مش بتشتغل النهاردة دي الدوات العصر في الشركة العالمية وتيجي تقول له اصلا انا مش هقدر اتكلم مع نظيري الناحية التانية احنا النهاردة دولة يعني في انفتاح بالزبط كده فالانجليزي ده يعتبر شيء اساسي الجزء التاني المهم جدا انا بطلع ايه؟ بطلع انسان يقدر يدير فريق ده مهم جدا انت مفيش حاجة اسمها انا بشتغل لوحد النهاردة كوفيد علمنا ان انا بشتغل مع صديقي اللي موجود على بعض الاف الاميال في قارة تانية خالص ولازم ان انا وهو نتعاون في اللي احنا بنعمله فجزء الليدرشيب دوت والمهارات القيادية والادارية ازاي اتفاوض ازاي ادير وقتي ازاي اتكلم ازاي ابقى جوا فريق ازاي يعني ايه بيزنس لان انا برضو خريج هندسة معرفش في الكلام دوت فالليدرشيب بروجرام دوت برضو من احد الشركات العالمية احنا بنوفر نيجي بعد كده جزء مهم يقول ايه طب بس انا انا ايه اللي هيدخلني اخد ماجستير وده حاجة اكاديمية وكلام من ده لا احنا بنقدم كمان في المرحلة الاولى اللي هي التلات شهور الاورانيين ودول اصعب مرحلة بالنسبة لنا بنقدم ان هو لازم يتدرب على شهادات صناعية عالمية من الشركات العالمية فبالتالي انا بابتدي اهيقه بالانجليزي بالليدرشيب سكيلز وكمان بان هو اتعرض قراجي لتكنولوجيا حديثة من شركات العالمية كل ده في التلات شهور الاولانيين عشان ابتدي اهيقه للي هو دخله جوه مرحلة قولة ده حضيرية بالضبط بعد كده بيجي بقى جزء الماجستير الماجستير فيه عندنا نوعين من الماجستير طبعا انا استاذ في كولية الحدسة برضو قسم الحدسة الحاسبات ودايما بيبقى الطلبة مش فاهمين ايه الفرق في عندي ماجستير بيبقى بيسموه ماستر اوف ساينس فبالتالي ده حد عايز ايه عايز يكمل بقى ياخد دكتوراه ويسلك المسلك الاكاديمي هل هذه المبادرة هدفها اكاديمية اكاديمية لا احنا هدفنا ايه احنا هدفنا سوق العمل احنا هدفنا ان احنا نتنافس على السوق فبالتالي انا عايزة اطلع مهندس او خريج من كلياتنا يكون قادر ان هو ينافس عالميا ويلاقي فرص عمل وعدة على اعلى مستوى تمام في هذه التخصصات الجديدة كمان وطبعا التخصصات الجديدة اللي هي موجودة النهاردة في السوق على حسب التقارير العالمية تمام فبالتالي انا عايزة ايه عايزة ماجستير مهني professional master degree وده ده شيء مهم جدا ان انا ماش الماجستير ده ليس فقط ان انا هاعد ادي كلام ناظري مهند رطع اكاديمية لا لازم يبقى فيه ايه جزء hands on وده الاجريمانت اللي تم معه الجامعات برا وده الجزء اللي الجامعات الدولية النهاردة بتنتهجه علشان ايه علشان هي عايزة تطلع برضو مهارات من الشباب يقدروا ان هم يشتغلوا في الصناعة ويبقى فعلا ليهم ايه بس هنا حقيقة دكتور بتقولي ان فيه نوعين عندي من الدراسة دراسة اكاديمية موجودة اصلا بالفعل عندكم ولدي مش موجودة اصلا الماجستير نفسه جزء فيه اكاديمي طبعا لان لازم يطلع لكن مش ده المستهدف الرئيسي بتاعي المستهدف الرئيسي انه ياخد الجزء الاكاديمي عشان يقدر يطبق في سوق العمل فبالتالي بياخد ايه في دراسته دايما هتلاقي ان كل المواد اللي هو بياخدها هي عملي اكتر عملي اكتر منه انه هو واخد يعني الجزء النظر فبالتالي لازم يكون هو فاهم انه هو اهم حاجة عندي المشاريع اللي هو بياخدها اهم حاجة الاسايمانس اللي بيعملها اهم حاجة المعامل اللي هو بيقدم فيه حتة برضو مهمة جدا طب احنا هنا ولا احنا هناك ولا احنا فين خلاص يعني انا انا في قطوة ولا انا هنا في مصر بمعنى ان الشهادة يعني تكون معتمدة منين هي دي نقطة مهمة جدا لازم لازم ان شبابنا وحبابنا الطلبة يفهموا ان احنا عملنا نموذج النهاردة بيطبق في دولة اخرى تمام لان دايما كان الواحد شايف ايه سحب ناخد اونلاين دجري لأ دي مش اونلاين دجري ليه؟ لان احنا عندنا كامبس خلاص عندنا مكان الطلبة بتيجي فيه خلاص بيستم استضافتهم وبيكونوا موجودين معنا حتى المحاضرة اللي هو بياخدها من الدكتور اللي هو في كندا او في ماليزيا او في ايرلندا هو قاعد بيحضرها قدامنا معنا طيب فيه جزء تاني مهم جدا وهو الدعم الاكاديمي اللي الطاقم التدريس المصري بيقدمه هو عايز يعمل معمل دكتور هناك عايز معمل طيب مين اللي هيقف في المعمل؟ مين المعاديين اللي هيكونوا موجودين؟ هنا فيه دكتور مساعد فيه دكتور عندنا مساعد هنا هيكون موجود فيه عندنا معاديين موجودين يعني كأنه هو متواجد بالفعل داخل جامعة قطوة اللي موجودة في عمل يعني كانت في اسطف دراسي او اسطف اكاديمي متكامل سواء كان الليدر بتاعه حتى لو موجود خارج مصر لكن فيه اسطف تاني من الأساتذة المساعدين ليه موجودين هنا في القاهرة فدي نقطة مهمة جدا قدرنا من خلالها ان احنا نعمل حاجتين مهمين اولا اي ماجستير احنا بنقدر يعني طالب ياخده برا بياخد سنتين احنا هنا بنتكلم على سنة واحدة ليه؟ ليه؟ عشان شرط التفرق فقدرنا ان احنا نسكويز التايم ونقلل الوقت بحيث انه يبقى سنة واحدة حاجة تانية انه هو الاتفاقية هتقول ايه؟ لا ده انت اونلاين لا احنا مش اونلاين فبالتالي انت بتاخد شاهدتك كأنك موجود فين في الجامعة اللي انت فيها سواء في الكوين سواء في اوتواف ماليزيا ايا كان هل ده برنامج مخصص لنا كمصر؟ هل فيه فرق في الشروط او المعايير القبول او كده؟ لا خالص ده هو بيدخل بيعمل ريجستريشن على الجامعة بتاعته وهو طالب طبيعي جدا بيطلع في حفلة التخرج حتى الفيرتشوال اللي موجودة اسامي الطلبة بتاعتنا كلها اتنادهت كأنه جزء من ايه؟ من المنظومة اللي موجودة هناك مش بس كده اي داكتور حيك كنتي بتكلمي عن الشروط قلتي جايد جدا او امتياز قلتي كمان شرطه مهمة هو التفرغ 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 ده انا هقول في حتة مهمة لان احنا كان معانا برضو من الطلبة اللي تقدمه مثلا معاديين في كليات تمام؟ طلبة بتشتغل لان انا النهاردة بتكلم على طالب امتياز لا دا متياز يعني هو اكيد مطلوب اصلا مطلوب اصلا يعني عنده هذه الفرصة اللي يخلي هذا الطالب تمام؟ وخصوصا لو هو مش فراش جرادويت بتاع السنة دي مثلا اللي فات اول اللي قبلها اكيد هو بيشتغل تمام؟ طيب احنا نقول ايه للطلبة بتوانا؟ احنا بنقول ان احنا حتى الشركة اللي هو فيها تمام؟ احنا بنقدر نخطبهم ونقول لهم انت تجيبوله تفرق بتجيبوله تفرق مطفوع الاجر مطفوع الاجر بقى دي طبعا تقل الشركة حسب الشركة واوزعة انما احنا بنقول للشركة انت بتديني هذا الشاب هذا الامبليي هذا اللي بيشتغل عندك المواطن وانا برجحولك معاه ماجستير معاه سرتيفيكيشنز من شركات عالمية معاه تدريب على اعلى مستوى طيب يفيد مكانه وبعمله زي حفظ وظيفة لحد انتهاء بالزبط وده يطبق على المعايدين الموجودين في الجماعات الحكومية ايضا المعايدين برضو احنا يعني اكتر من كلية طبعا كل واحد بقى حسب الكلية وحسب الاعداد المتوفرة عندها انما برضو بنخاطب بحيث ان احنا ايه نقول ايه مميزات هذه المبادرة دي مبادرة رئاسية دي هدفها الاساسي ان احنا اعداد هذه الكوادر فبالتالي بنقدر ان احنا نجيب هذا ايه التفرق هي سنة صح هي سنة انما بعد السنة ايه اللي بيحصل بيحصل تغيير كبير جدا يعني احنا نقول ترانسفورميشن للشباب دي احنا يعني من الشباب الوعادين اللي كانوا معنا يمكن في الافتتاح مصر الرقمية مع فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي كان فيه شباب منهم بنت طالبة يعني حاولت مع الشركة اللي هي اشتغلت فيها قبل ما تدخل كذا مرة وكانتش حتى بتوصل في المقابلات لاي حاجة قبل ما تلطحق بالمبادرة قبل ما تلطحق بالمبادرة اتفكر في قطاع البنوك وايه علاقته بالتكنولوجيا لا ده قطاع البنوك النهاردة بقى في الفرانت بتاع التكنولوجيا معلومات ورد الصلاة تمام يعني مجال زي الامن السيبراني بالنسبة لقطاع البنوك هو مجال هام جدا 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 تمام طيب دكتور احنا هنا بنتكلم خلينا نقول مبادرة دراسية مدتها سنة تقريبا عاوز عرف المبادرة دي بتعقد امتى يعني شروط الالتحق بيها هل على رأس كل سنة مثلا او ليها مرتين في السنة يعني علشان التحق اقدم امتى هو ده شيء مهم جدا واحنا حاليا على رأس التسجيل يعني احنا دلوقتي في المرحلة اللي احنا بنسجل فيها ليه دلوقتي؟ لان طبعا احنا يعني الطلبة عندنا بتتخرج تقريبا في اخر شهر سبعة فبالتالي احنا بنفتح باب التقديم من واحد تمانية مرة واحدة في السنة مرة واحدة في الساعة المشكلة اللي بتحصل مع الطلبة وانا تقديم الكتروني او في اي جماعة الكتروني او على الويب سايت بتاعنا www.db.gov.ej اوكي وطبعا في عندنا فيسبوك بيج وفي عندنا النهار ده حتى ويبينار الساعة سبعة بحيث ان احنا لايف نرد على تساؤلات الشباب والطلبة ايه الحاجات اللي هما مش مستوعبان بتاخدوا تخرج باثر راجعي قد ايه؟ بناخد خمس سنين خمس سنين بس طبعا هو اهم اهم دفع عندنا هي الدفع الفراش جراج لان دي يعني زي ما قلت لحضرتك طب انا بشتغل طب انا هسيب شغلي ليه طب انا هعمل ايه طب انا هاخد مرتب زيادة قد ايه؟ يعني كل كل ده عدد الدفع بيكون محدودين بعدد قد ايه؟ احنا مش محدودين احنا مش محدودين احنا مش محدودين طول ما عندنا طلبة متفوقين طول ما احنا شغالين احنا معانا يعني سماحية انه اذا كان الطالب بينطبق عليه الشروط اهلا وسهلا بيه مفيش اي مشكلة احنا بندي وقت برضو علشان المشكلة التالبة ان ما بيبقاش معاهم الترانسكريبت بتاعهم من الكلية فيقدر ان هو يجيب افادة ودي نقطة مهمة جدا بتأديره ولما بيان الدرجات يطلع يبقى ايه يستكمل ورقه ويجيب بيان الدرجات فاحنا يعني دي فرصة كل التسهيلات موجودة اه فرصة ان انا اقول لهم انا عايزة بيان افادة افادة بفقط انك انت جاي بتأدير جاي جدا او امتياز قدم هذا البيان على الموقع وبعد كده استكمل لما نكمل بقى الاجراءات كلها طيب دكتور هودا حضرتك بتقول انك اهم دفعة بتهتموا بها دفعة الخرجين للجدد طيب هل بيكون في نوع من عنواع التواصل داخل الجامعات مع طلبة التخصصات اللي انتو بتبقوا مستهدفينها علشان يكون ده مصارهم على طول بعد التخرج والله احنا يعني يمكن السنة دي انا استهدفت يعني سبع جامعات بحيث ان انا اتواصل معاهم ومش بس للدفعة اللي هي دي لأ التلات سنوات يعني 21 و 20 و 2019 وفعلا تواصلت مع جامعات العديقة اللي عندنا زي قاهرة اسكندرية عين شمس المنصورة اسيوت بني سويف بنها بحيث ان انا كل بيانات الطلبة دي اللي هم الثلاث سنين الاخرانين وابتدينا ان احنا نتواصل معاهم علشان يبقى عندهم وعد بايه بهذه المبادرة وانه هم نقدر نتواصل معاهم طبعا بعض الطلبة عندنا الايميل بتاعتها وبنبعتلوهم بعض الطلبة عندنا تليفوناتهم بنكلمهم وبعض الطلبة يمكن ما عندناش وصيلة اتصال فبنستكمل بنستكمل ببرنامج زي سواح الخير يا مصر ده هدفه مهم جدا ان احنا نوصل للطلبة الوابينارز اللي احنا بنعملها على الفيسبوك بيج علشان برضو نوصل للايه للطلبة فالتواصل مع الجماعات انا بعتبره يعني احد الادوات الرئيسية عشان اقدر اوصل للايه للطلبة لان احنا مش بنستهدف قاهرة يعني دي نقطة مهمة جدا احنا كل الطلبة من جميع المحافظات طيب عندي عندي بنوتة من المنصورة بتشتغل دلوقتي يعني في بنك من بنقنا الوطنية ومن المنصورة طيب دي دي جات عندنا ازاي دي حاجة مهمة جدا احنا بنوفر اقامة كاملة اقامة كاملة للطلبة اللي هم من المختاربين من المحافظات هو واخد منحة كاملة دراسية واي حتى لو مسألة السكن بلا رسوم بلا اي حاجة بلاس كمان بياخد يعني يعني مكافأة شهرية كده بحيث انه يقدر يعني هم عادي الولاد بيروحوا لا عشان يسفروا ويرجعوا لأهلهم مثلا في الويك اند او كده ويرجعون لها فهي منحة كاملة متكملة من اقامة من اعاشة من حتى طلبة القاهرة خلاص؟ لان هم بيعودوا وقت طويل فلازم يتغدى تمام؟ حتى يعني واجبة الغدى تي احنا بنوفر صحيح احنا عايزين هم بس يبقوا شايفين ان دي فرصة فرصة ليهم تكلفة كبيرة جدا الدولة بتتحملها عمرها يعني دي مبادرة فريدة يعني ما حصلش ان احنا بنقدم ماجستير مهني من جامعات دولية مع هذه المتونات؟ طبعا يا دكتور واللي بيقدم على النوع ده من الماجستير في جامعات دولية يعني تماما التكلفة الكاملة للنوع ده من الماجستير ان بشكر حضرتك شكرا جزيلا دكتور هدى باركة مستشار وزير الاتصالات لتنمية المهارات التكنولوجية بشكرك شكرا جزيلا يا دكتور على عبودة معانا وعلى كل هذه المعلومات الهامة عن مبادرة بنات مصر الرقمي شكرا يا فاني شكرا لك يا دكتور نورتينا شكرا